مستوى الافريقي او الدوء العربي او عندنا حاجات كتيرة جد اول مرة هتسمعوها هو استضيف قبل كده في برامج اخرى ولكن الكلام ده بحدش يعرفه غير انا العبد لله الحمد لله عشان كده هنطلع منه حاجات لسه لأول مرة تسمعوها انت طبعا فاكر البطولات اللي انت حقاتها تم سبع بطولات دوري عام ستة كاس مصر واثنين ابطال الدوري افريقيا وثلاث بطولات كاس الكبوس الافريقية انت وما بدأت تلعب في افريقيا مش فاكر كده بوقف من المواقف كده حصلك كده مع الفرقة كده وبتاع والله هو البطولة الاولينية بتاعت كتوكو هي يعني كانت معلمة فينا جامد جدا لانها اولا كانت اول بطولة افريقية تخش نادي احنا وانا يعني بفتخر ان انا كنت مضمن الجيل ده الجيل دوت اللي قص الشريط بطولات الافريقية للنادي الاهلي ويحنا الكلام ده سنة اثنين وتمانين احنا كنا بتحاول من سنة ستة وسبعين وما وصلناش ما وصلناش ما وصلناش ده اولمبيل جيمز في موسكو اه في جزائر حاجة كده وما اردناش نروح عشان كان فيه مشاكل كان فيه مشاكل اه 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 المرتين دول انما اول مرة ان احنا بنحقق فيها طبعا كان نادي الاسماعيلي اول نادي في الانجل بير اه حقق البطولة دي سنة السبعين مع الانجل بير كان كابت سيد عبدالرزي جاب جولين وكابت النعلا بجريشة جاب جول وحده الكاس وهنا بقى اللي انا عاوز برضو للجمهور المصري انتو شفتوا الاسماعيلي مشاولكم بقى انتماءات وشوف الستدك نعمل ازاي ايو ويقالت لو عندنا الصورة دي يجيبوا هنا للانجل بير اه طبعا اه لا لا لو تشوفوا الصورة دي حاجة فوق الوسط تشوف جماهير مصر كلها مع نادي الاسماعيلي والكابت اللاطيف يقول لك شفتوا الملعب هو دي دي مصر هو ده حلوة مصر هو ده جمال مصر ايو والكلام دي احنا شفناه في البطولة بتاعت 82 ما كانش يستاد قاهرة بيبقى فيه مكان فاضي طبعا طبعا البطولة احنا اخدناها في كماسي بس كنا خلصناها هنا في القاهرة احنا كنا مخلصينها 3-0 طب انت فاكر قبل الماتشا محمد اللي ابناها هو بتاع كماسي كماسي ايوة كوتوكو فاكر فاكر طبعا انا فاكر الساعة 5 الصبح ده انا بكلم عن الماتش الاولين اللي في مصر هنا اللي هو 3-0 3-0 ايوة طبعا طبعا الماتش دوت من الماتشات اللي انا بقول لجمهور النادي الاهل كله لو عاوز تستمتع باللعبة دي باللعبة الجيل دوت اتفرج على الماتش دوت انت وتشوف هتشوف يعني جيل لا يعوض شوف انت انت بتكلم على جيل دلوقتي كنا كنا تقلقوا في الملعب انما نزلنا المباراة كنا خايفين ايوة بنترعش مصطفى بص عشان خطر الجماهير دي اللي موجودة كلها في الملعب انت ايام اثنين وثمانين ما كانش فيه احتراف في افريقيا يعني اللعيبة المميزة في كل فرقة كانت موجودة لا وفرقة كوتوكو دي كمان كان بتوصل كل سانة الفاينال ده تلت ارباحهم منتخب غانا دي حقيقة وكانوا اللعيبة جامدة جدا صحنا كان عندنا كابتن محمود الجهري كان بيشهر لك وعي سأو الله ارحمه فعلا ادر ان هو يوظفنا بالشكل الكبير ادر ان هو يطلع مننا اكبر فايدة ان احنا في الدورة دي انا باعتبرها دورة او البطولة بتاعتين وثمانين خدناها في الخمسة وعشرين دقيقة او تلاتين دقيقة الاولانية وبعد كده اكرامي نجم المباراة لو تذكرت المباراات كلها هتلاقي في الخمسة وعشرين دقيقة الاولانية او نصف الاولانية منخلص المباراة دي منخلصين الماتش كريم في قتيل في مصر الجديدة وبعدين الكابتن جوري قال لي انا عايزك فانا رحت وقلت وانا رايح وقلت مش عايز نبدأ هو ايه في ايه عاد تفكر مرة واثنين وثلاثة فكان جابوا له الشريط بتاع ماتشو كوتوكو مش عارف كان الفرق اللي بلعبها قابلينا في الدور اللي قابل الفاينال وبعدين كابتن جوري جالوا تليفون والدكتور عباحة جمال الدين فخاد هو كان مشغل الشريط فامواخد الكلام ده على الفكر انا اقوه مرة اقوله فخد التليفون وطلع بره بيكلم الدكتور عباحة جمال الدين وانا ببص كده ايه ده الفرقة دي ما الفرقة دي احنا هنلعبهم دول طب جاب شير المقلناش ليه وبتاع كله اتفرجت على الماتش ده محمد وانا عدينا انا والخطيب مع بعض نزلت لقيت الخطيب يقولي فيه يا عبد وطول لي انا فيش حاجة طول لي بقولك ايه خطيب احنا الفرقة دي والله العظيم يا محمد زي ما احكيه لك وهو الخطيب ربنا ادي له عمره وصحة عايش واسأله طول لي فانا يلازم نخلص في اول نصف ساعة ايوه قال لي وطول لي لازم نخلص نصف ساعة ده كان فكر الكابتن جوهري كمان اه والله العظيم قبل ما الكابتن جوهري يقول لي لانا اتفرجت على فرقة في الملعب عفريت جورة ايوه صحيح عفريت جورة اه لا لا واحنا فقلت الخطيب الخطيب المطلوب منك ما تسقطش انت بالنسباننا خليك انت قدام وانا مختار ابدأ من تحت عشان بقى فيه مساحات نيجري فيها بالزبط بالزبط واخد كهان واحنا نزلين كابتن جورم نزلنا نسخن كانت الساعة كهان احنا الماتش كان ثلاثة لربع احنا من الساعة اثنين وعشرة نزلنا عاوزين نسخن في الملعب وشايفين الجمهور والدنيا مستعجلين عاوزين خلص الماتش بالزبط كده لا انت شفته هما نزل على السلالم الاستاذ من تحت هما بيغنوا بالستارز الامونيا وبتاعه الكلام ده ما هو دايما احطلك المناديل زي فريط ومكنسو المناديل الحمرة اه المناديل الحمرة بتاعاتهم دي وتيكي تيكي تيكي ويغنوا يتطوحوا مع الكورة وبيش عارف يتطوحوا مع الاغنية والكلام ده كله قلت ده ده من طبعهم الحرب النفسية دي اه ما هي دي كده بكسبه وكان نوصله فينال عارك انه هو جاي يعني انت بنسباله سهل وحيكسبك وهيمشي الحمد لله خد ثلاثة ومشي خد ثلاثة ده من المباراة اللي ما تلاقيش فيه لعيب بخل بثانية في الماتش من لعبة الناديل ايه خالص خالص وحنا كمان كنا رايحين برضو عاملين حساب احنا كذبين ثلاثة وخايفين يا محمد وخايفين لان الفرقة هم احنا كسبناهم في النصف صالة الولينية وهم لعبوا علينا ساعة اكرام نجمل المباراة ايه ايه والله اكرام نجمل المباراة اه وبعدين شوف بقى الرحلة اللي احنا رحناها نراحين كماسي وكماسي دي اه اولا الرانوي هناك اه حربي مش مدني طبعا طرعا الرئيس طلع لنا طيارة حربية ده انا فضلت ووقف من من القهرة للسوداء مفيش مكان في الطيارة عشان نعم الطيارة كانت مفروض يقعد فيها 34 واحد 120 واحد كانوا في الطيارة ده فوق الله يرحمه كابتن احباد ماهر كان معنا الازعى والتلفزيون اي حد كان يوسل حد كان يركب اه لعب زي طبيس النهري وقاحج امال الدين وطأم مكتبه كله المكتب كله ووزارة الشباب رئيس كلها كانت موجودة ما انا بقولك احنا سافرنا الطيارة الحربية دي كانت حطين فيها زي ديكاك ديكاك والاكل والكاراتين حطينها وراء فانا بسيط كده ما لقيتش مكان فانتولي اخي اللي تعال ينامي على الكاراتين وانمتنا وكانت نحن محنا كنو اخدين كم مرتبة من الاصطراحة اه حطنام رمناهم وراء وانمنا عليهم بقى اه حطنام فوق الشنة لا فيه حزام بقى اربط الأحزام اربط الاحزام اربط الاحزام ايه دي بطهارة حربية اربطاشر ساعة في الجو اربطاشر انا بقولك روحت ركبنا من هنا للسودان في ثلاث ساعات ايوه ازبوط وبعد كده روحنا لكماسي ما روحناش اكرا اه فلا كانت راح قولي اول فاكر ترى اول ما نزلت على الرانوي في كماسي اه غالبا احنا عملت حاجة كده احنا نزلنا على على أرض تراب اه بالزبط لاني مخيش فيه مطار هناك بالزبط ونزلنا اهو ادي مختارة ده هو بص الكرة دي خدا الملعب خدمنا لان الخطر كرة نطت خدها ونطت خبطت في قصبت رجله وبقت قدامه يعني بص الملعب دا بكتر بص 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 الملعب الملعب شو مستوي انا من الحاجات اللي انا تعورت جالي تمزق في شوف مختار بسم الله مختار ماشاء الله لا مختار حاجة جميلة يعني هم لو الملعب داز استاذ القهير كانوا تعبونا جدا انا بقولك انا تعورت انا جالي اطعف العضلة الضم مش عارفة ساعة كرة في الملعب كابتن جواري ساعتها قال لي روح عند روح مكان مصطفى خركت انت خركت لانك انت جالك شد جالي اطعف العضلة الضم عاوز اوقفوا كرة معربة شو لالعب وينجرايت وقفل المكان بتاع مصطفى لان عندهم كانوا كليفت عندهم الطرفين كانوا جمدين دي حقيق دي حقيق طب الناس لما في بالها الماتش اللي هو الفاينال العودة اللي هي كانت هناك تعالى بقى شوف ماتش الزهاب كان عامل إزاها محمد يعني ماتش الزهاب لما نيجي نمس كده ونتكلم عليه فاااا لو جابونا الجول اهو شوف يعني بص ده الهدف اللوني أنا هنا لعبتها وانا في نص الملعب ايو العقل اللي نزل علي ايه الله أعلم لا شوف لعبها في وسط سردبكين لا وايه لباصص الخطيب هو على خطة 18 شوف وانا في نص الملعب والله العظيم الخطيب باصصت زمنا وانت قاعدين كده قدام باعة عنده إحساس بالتلاث خشبات ما شاء الله ما شاء الله فيلي اللعيبة دي يا مصطفى دا الهدف الأولاني فااا فااا دو دو اين جايبني هنا ده الهدف ده علاء ميهوب اه بص من مصط ثلاثة اه ما شاء الله وعلاء جايب بسم الله ما شاء الله كمان ساروخ يعني أنا بقولك شوف اللعيبة هل مثلا كابتن جور اللي عمله كده لا احنا هولو كنا بتصرف في الملعب أنا إيه اللي خلاني وروحت الشمال وروحت وشوفه وبعدين إيه ما وابتش إنها فيه قبساد والحاجة نجريك ولعبها الواحد ما أنتش بتلعبها بالعرض كده وخلاص دي حقيقة دي حقيقة لكن عندهم لعيب اسمو كوفي وعندهم لعيب لكن عندهم لعيبة جامدة قوي قادي بجولي التالت بص ده الواد وصف عبدو كان جامد قوي لا لا ما شاء الله ما شاء الله عليك والله بلعبها معك يا خطيب لا 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 يا جماعة لا لا كان فيه كرة فيه كرة عملت وانت زي ما انت بتطول برضو لا مسار المباراة كمان بص على اللعب والتحرك وكل واحد عنده شيء من المسئولية نحي فرقته بيدافع إزاي بيهاجم إزاي حاجة ده ما يمنعش إن فيه أجيال زي جيل أبو تريكا لا طبعا لا 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 جابوا بطلاط كبيرة بالنالي كانت تعيبة والمجيل اللي موجود ده برضو يعني ما شاء الله طبعا كالترخير واخد ست بطلاط في تسع شهور بصدر أفريقيا أخدها مرتين في ست شهور أيوة ودي ما حصلتش حاجة من الحاجات الكويسة جدا جدا يعني يحسب لهم يعني أفريقيا أفريقيا